هنا أحد الصروح الثقافية التي دمرتها الحرب والعمليات العسكرية في العراق إنها مكتبة هيت المركزية في قضاء هيت بمحافظة الأنبار حيث لم يسلم منها اليوم إلا غرفة واحدة فقط تضم في أروقتها ما تبقى من كتب ومغطوطات أسهمت في تخريج أجيال من العلماء والأدباء وهي تعاني اليوم من الإهمال تأسست المكتب العام في هيت حام 1960 ولا يخفى على الجميع ما خرجت واحتوت هذه المكتبة من الأدباء والعلماء القدامة وحاليا نحن ندعو طلابنا العزاء إلى استغلال جائحة كورونا واعتبار المكتب العام في هيت كموقع بديل للمدارس حيث تحتوي على العديد من الكتب وكفة الأصناف إلا أن المكتب العام في هيت قد تعرضت إلى الدمار شبه التام أثناء العملات العسكرية لا يطالب القائمون على مكتبة هيت المركزية والعاملين فيها سوى توفير غرفة إضافية للجلوس ومطالعة الكتب حيث أن غرفة الكتب الوحيدة لا يتوفر فيها مكان للمطالعة وهو ما لم تستجب له الجهات المعنية في المحافظة وتفتقر إلى قاعة بعد أثر الدمار الشامل اللي يحل بها إلى قاعة للمطالعة لذلك نرجو من المسؤولين المتابعة في هذا المجال وخرجته هواية من العلماء والدكاترة لكن تفتقر هذه المكتبة إلى قاعة وإلى دعم حكومي لكن ما موجود هذا الدعم الحكومي حاليا لأن المكتبة مثل ما تشوفوها كل شي صغيرة وما تستوعب هواية طلاب أو روادي كبار بالسن إحدى أهم وأقدم المكتبات في العراق لم يتم إعادة إعمارها منذ سنوات كما لم يعرف إلى الآن أين ذهبت الأموال التي خصصت لهذا الغرض عام 2018 حالها في ذلك حال الكثير من المنشآت الحيوية في المحافظات المنكوبة التي وعدت السلطات بإعادة إعمارها لتذهب تلك الوعود أدراج الرياح